أنا في تقديري في خمسة مسائل إذا ما عالجناها يا جماعة لنكون واضحين وندار الكلام ده يتفهموا شباب الثورة في خمسة أمور إذا ما عالجناها بتبقى مشكلة كبيرة جدا ما منقدر نطلع من الحالة أن نحن فيها دي الأمر الأول العقلية الإقصائية قبل الثورة وبعد الرحيل هذه العقلية تمثلت في أن إعلان الحرية والتغيير الذي أعلن يوم 1.1.2019 في نفس اليوم اللي إحنا علننا فيه رؤية شاملة للحال في نفس يوم المؤتمر الصحفي بتاعنا في الجبل والتغيير هم عملوا مؤتمر الصحفي وعلنوا إعلان الحرية ما قمنا قلنا لهم تعالوا يدتم معانا ووقعوا الرؤية الشاملة للحل بل نحن تواضعنا وذهبنا فقلنا نريد أن نوقع على إعلان نيش على إعلان الحرية فقبلنا بعقلية إقصائية حتى قبل ما الثورة تمشي لي قدام يعني قالوا لا لا جلسنا إحنا وقالوا ما ممكن توقع معانا والكلام ده أنا حكيته لما نقعدنا إحنا مع ناس نداء السدام إذن ما لم تتغير طريقة التفكير دي هل نحن حقيقة نريد أن نقيم سودان يسعى الجميع نجيب على السؤال يا جماعة نحن مطالبين نجيب على هذا السؤال هل نحن نريد أن نقيم سودان يسعى الجميع هل نريد أن نقيم سودان المواطنون في متساوون أم نحن نريد تبديل مقاعد الظالم والمظلم يعني كان النظام القديم ظالم الناس والناس والمعارضة مظلومة تجي المعارضة تقعد في مقاعدة تبقى هي ظالمة والباقيين يبقوا مظلومين هذه ما يسمى حرية سلام عدالة يعني ما أقيمنا عدالة ولا أقيمنا حرية ولا نقيم سلاما سياسيا ولا أهليا بهذا الموضوع فإذا لم يتغير منهي التفكير الإقصائي الآن الذي قبل الشروع في التغيير كان إقصائيا والآن وهو يقتطف ثمار التغيير أيضا إقصائيا إذن هذه الطريقة طريقة التفكير دي يجب أن الشباب يعلموا هذه المشكلة ما منا نحن دين ما نحن الأخرنا لانتقال نحن مددنا أيدينا بيضاء نقول تعالوا معا نوقع وثيقة واحدة وحدة المعارضة يا أخوانا تخيلوا الآن لو كانت المعارضة كلها موحدة لو كان إعلان الحرية والتغيير دي موقع له كل المعارضة بكل منطلقات الأيدولوجية ومدارس السياسية ومواقفه وكل شيء كانت موقعة هل كان يمكن للمجلس العسكري أن يقول أنا سأعرض رؤيتكم هذه على قوة سياسية أخرى لأنها موجودة ولا بدت تتفقوا أنتم كسياسيين وانا ما ممكن حامل رؤيتكم دي لما أقرأ الرؤى الثانية يعني الآن المجلس العسكري واقف في موقف أخلاقي أفضل من قوة إعلان الحرية والتغيير هي مركبة مكنة المؤتمر الوطني تو والمجلس العسكري مركب مكنة الوطن ما مكة المؤتمر الوطني يعني هم من حيث أرادوا ذنب المجلس العسكري مدحوه قالوا المجلس العسكري لقدمنا له الرؤية قال لدار يناقش ناس تانين وهم يسخروا من الناس التانين دي كأنهم ما سودانين وناس التانين دي ولا مواطنين أصلا بدعاملوا مع الناس التانين دي كأنهم ما مواطنين سودانين كأنهم أجانب إذن خلينا نكون واضحين يا شاب الثورة وللرأي العام إذا لم تتغير هذه العقلية في دارة عملية التغيير الآن بطريقة توسع مواعين التغيير ليسعى الجميع توسع مواعين دولة ما بعد التغيير لتسعى الجميع بتبقى في مشكلة كبيرة واحد السبب الثاني أنه قوة إعلان الحرية والتغيير تخالف ميثاق الذي وقعته يعني في الأول كتبت ميثاق شامل عام للكل لكنها الآن تشتغل بأجندة حزب معين أو أجندة قوة معينة قوة إعلان الحرية والتغيير لمن كتبت الميثاق بتاعه في البندة التاني وأنا أقول الكلام ده للشباب هل أنتوا قرأتوا إعلان الحرية والتغيير؟ لو قرأتوا إعلان الحرية والتغيير لرأيتم أن الذين يفاوضون الآن هم يخالفون إعلان الحرية والتغيير في البندة الأول قال تنحي البشير وتصفية نظام الإنقاذ البند الثاني قال تكوين حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية يعني ما حزبية تكوين حكومة شنو؟ قومية من كفاءات وطنية غير حزبية قال يتوافق عليها جميع أطياف الشعب السوداني ده ما كلامي أنا ضنص الوارد في إعلان الحرية والتغيير البند الثاني قال يتوافق عليها جميع أطياف الشعب السوداني بيننا من جحس قال لا قال يتوافق عليها الموقعون على قوة إعلان الحرية والتغيير طيب انتو كان قبيلك تكتبوا وتقولوا في مساغنا كده الحكومة اللي حنكوينها دي حكوناها بس قوة إعلان الحرية والتغيير هما ما قالوا كده في مساغهم في مساغهم كتبوا مساغ عام ومساغ ممكن أي أزول يدخل معهم فيه لما فيه أي صبغة إيدولوجية ما تكلم عن أي إيدولوجيات ولا تكلم عن الموقف من الناس الشارك وما شارك ودي كلها لغة جديدة في إعلان الحرية والتغيير ده ما فيه بند يسمه عدم إشراك أي زول من شارك قبل كده في النظام ما فيه البند ده بل فيه بند أن الحكومة الانتقالية يجب أن تكون من جميع طياف الشعب السوداني إذن المعطل الآن الانتقال السليس للمرحلة الانتقالية والدخول فيها هو أن قوة إعلان الحرية والتغيير خانت ميثاقها الميثاق الذي كتبته خانته طيب ده السبب الثاني السبب الثالث يا جماعة التعامل مع مكونات النظام القديم ده نوركو حنا موقفنا شنو موقفهم شنو نعني عندنا النظام القديم ده بشركاءه بناسه بمؤتمره الوطني بأي شيء الجرائم التي ارتكب عندها طبيعتين إذا في جرائم ضد طبيعة جنائية ارتكبوا أفراد يجب أن يحاكموا محاكمات عادلة وشفيفة ولهم الحق الكامل في الدفاع عن أنفسهم وتكويل المحامين نحن لا ريد أن يحاكم النظام القديم بقانونه الجائر الذي كتبه النظام القديم عنده قانون جائر يجيز لجهاز الأمن والمخابرات اعتقال الإنسان في ذمة التحقيق تزع شهور نحن ماذا يريد البشير يحاكم بهذا القانون الجائر ده قانون جائر نحن عايزين نقيم عدالة لنا ولمن ظلمنا نقيم عدالة لنا ولجلادنا السابق ماذا يريد أن نحاكم بذات القوانين الجائرة طيب إذن يجب أن يقدم من ثبت في حقه أو اتهم بجريمة جنائية يجب أن يقدم لمحاكمة عادلة وشفيفة وأن يكون له الحق الكامل في الدفاع عن نفسه كذا طيب دل ارتكب جريمة جنائية طيب في ناس ارتكبوا جرائم سياسية إذا قلنا تأييد تمديد الدعوة للتمديد دي كانت جريمة السياسية في حق البلد الجريمة السياسية ليست لديها عقوبة جنائية الجريمة السياسية يعاقب عليها الشعب في صندوق الانتخابات ما في زول أنا باخده بالموقف السياسي حقه الموقف السياسي دا كان تقديره كان بيرى الأحصلح للبلد والأحسن جد للبشير هو ما عارف محور استقرار السودان ولو فات ممكن البلد تحصي فيها فوضى ويمكن عزة الزولة اللي كان قبل بيقول المقالة دي بالفوضى أننا عزة عاملينها دي في التأخر فهنا ندخل مرحلة انتقالية يقول ما قلنا لكم ما قلنا لكم أن نوحة تحصي المشكلة يمكن عزة وزاته كل ما نطول الفترة دي كل ما بيلقى حيثيات لمقولته القديمة فده عبارة عن موقف سياسي كان بينطلق فيه خالصا مخلصا يريد مصحة البلد كان هذا تقديره السياسي فأنه مصحة البلد تمديد أو غير تمديد نحن لسنا خصوما لكل من اتخذ موقفا سياسيا معينا ولا يجوز محاكمة الإنسان على موقفه شنو؟ السياسية نحن موقفنا واضح جدا ما موقفنا بيقول كل الشارك وكل الكلا مش هدون نرجع لنا كوبر جوة كوبر جوة ما فيه كوبر جوة ولا يشي كوبر جوة دي لزول سبت فيه حقه جريمة جنية فإحنا موقفنا موقف عادي نحن حقيقة نحققنا حرية سلام عدالة نحن حقيقة نحققنا حرية سلام عدالة شعارات السورة أكتر ناس بيطالبوا بها الآن نحن ديال لأنه قلنا نريد أن نتعامل بالعدالة مع مكونات النظام السابق طيب تنوطة مما جدنا دار أبينا لشاب السورة يا أخوان النظام السابق ده عمل علينا حمولة اقتصادية وحمولة سياسية ما يقول شوكم ساكن يقول لكم أي يزول شارك دانا يزعلوا شارع لا الحمولة الاقتصادية شنو النظام السابق ده اقترض قروض ولا ما اقترض عنده قروض من الصين وغروض من هولندا وغروض من الهند هنه حسا الآن حنقول للنظام الجديد حييجي يقول لنا ما ليهم على القروض ديال شهدك البشر ده في الصين شيلوها منه ولا حني تحملك حكومة سودان هتحملك حكومة سودان إذن كما عمل علينا حمولة حمولة مالية عمل علينا حمولة سياسية حمولة سياسية دي شنو؟ أنه عمل اتفاقيات سلام مرعية إقليميا ودوليا حركات مسلحة 37 حركة مسلحة في 37 حركة مسلحة منا حركات مسلحة في شرق السودان حركات مسلحة في كردفان حركات مسلحة في دارفور عرضت النظام ده بالسلاح مجسلمي ساكيد عرضته بالسلاح دي بطريقة غير الطريقة نحن اعتمدناها عرضته بالسلاح ووقعت معه اتفاقية دخلت الخرطوم مسالمة بـ 250 تاتشر بـ 300 تاتشر بـ 400 تاتشر بـ 170 تاتشر هل أنا أقوم أقول لهم لا أنا ما عندي علاقة باتفاقياتكم دي لا نحن ندعو إلى أن كل الحمول السياسية العمل النظام السابق ده في أنه أطفى حرائق بتاعتني إيران في البلد دي أطفى حرائق بتاعتني إيران وحروف في البلد دي يجب أن ترعى يمكن أن تعدل بعض النصوص تلك الاتفاقيات السابقة لكن بالتشاور مع شركاء الاتفاقيات دي ما بتعدل برؤية فوقية وإنما تعدل بالتشاور مع شركاء في اتفاقيات السلام دي فده موضوع مهم جداً يجب أن يفهموا الشباب أنه يا أخوان إذا نحن قلنا للحركات المسلحة التي عقد معها النظام اتفاقيات سلام نحن غير معنين بهذه الاتفاقيات وإن تجوزوا من مكونات النظام البايد وإن تعبارة على السننة كأنني أقول لهم أني أركو من ناوي سأعقد معك سلامة لتدخل القصر وأقول لهم لا يرجعوا للغابة إذن برضو سنظل في حرب سنظل أيضاً في حرب ما هيحصل استقرار لو حصل الطفرة اقتصادية حصل أي تطور اقتصادي ستنزف هذه الحرب لأننا عايزين سودان حرية سلام حرية سلام لأننا عايزين سودان حرية سلام يجب أن نتعامل مع مكونات النظام السابق التي كانت لديه اتفاقيات سلام معه بطريقة حصيفة بطريقة سياسية بطريقة عادلة بطريقة نرعى فيها العهود والاتفاقيات بما يحقق لنا السلام ولا يعيدها للحرب مرة ثانية إذن ده السبب شنوه؟ السبب الثالث برضو المؤخر الشروع في الانتقال أنه هدول القوة العلان حرية التغييد ما بتعترف حتى بالانتفاقيات بتاعت السلام التي أطفأت حرباً وعصمت دمًا وحفظت أرواح لا تتعترف بهذه الانتفاقيات الموضوع الرابع العايزة أقوله اللي أخر برضو مؤخر عملية الانتقال قصة الشكوك لشان المجلس العسكري برضو يفهم الكلام ده الشكوك في صدوقية التغيير يعني زي ما انتقدنا حرية التغيير دي الحرية والتغيير دي برضو لأنه نوجه رسالة للمجلس العسكري يخواننا في شكوك في صدوقية التغيير أنه هل انحياز الجيش للقوة السياسية دي انحياز حقيقي؟ هل حقيقة انهجات في تفكيك النظام القديم؟ طيب الشكوك دي مردها شنو؟ مردها عدم الشفافية في الاعتقالات وعدم الشفافية في التحقيقات وعدم الشفافية في إطلاق الصراح نحن نسمع فلان اعتقله ثاني بعد أسبوعين نسمع فكوه لعرفنا اعتقله له شنو؟ ولعرفنا قاولة شنو وعرضت لاتهام شنو؟ ولعرفنا طلعه ليه؟ فياخوان يجب أن يدير المجلس العسكري ملف الاعتقالات لرموز النظام السابق بشفافية لكي يبني جدار ثقة بينه وبين القوى الثورية كلام دي يكون واضح يجب أن يدير القصة دي بشفافية حتى يستطيع أن يبني جدار ثقة بينه وبين القوى الثورية بطريقة تبين تعزز الثقة في القوات المسلحة وأن انحيازها كان انحيازا حقيقيا ده برضو إشكالية مهمة جدا طيب الموضوع الخامس والأخير اللي أخرى القصة دي الأخير للموضوع بتاع الانتقال دي يا جماعة التخوفات والحلول المتأسفة لمعالية التخوفات دائر الكلام ندري يكون واضح نحن كنا متمنين بطريقة سليسة بسرعة ننتقل زي ما عملنا مع سوار الداب زي ما عملنا كيبسرعة ننتقل لكن الانتقال تتعطل الآن لشنون؟ قلنا لخمسة أسباب العقلية الإقصائية الاختلاف في التعاون مع مكونات النظام السابق وقضية عدم وجود شفافية في التغيير عدم طمأنينة الناس لصدقية التحول ده صدقية الانحياز بالإضافة لرابعا المخالفة قوة لأن الحرية التغيير لميساقها نفسه فتحولت من ميساق للكل إلى تغيير يقوم به البعض قيبيرك في الميساق كان مكتوب للكل الآن صار تغيير يقوم به شنه يقوم به البعض السبب الخامس والأخير التخوفات طيب خلينا نقوم واضحين يا جماعة نحن نتفاهم تماما لأننا نحن شركاء في السورة نحن ما مطبلاتية بتاع المجلس عسكري نحن شركاء في السورة نحن نتفاهم تماما تخوفات القوى السياسية بما فيها نحن نحن في وضع انتقال آمن يؤمن تسليم السلطة لحكومة منتخبة التخوفات لسببه شنه التخوفات لسببه النمازج الإقليمية النمازج الإقليمية نحن ممكن نتكرر عندنا النموذج السيساوي السيسي قال أنا نحس للشعب الثائر على مرسي وضخمه قال 30 مليون وكده خلونا من الأرقام ما مشكلة طيب السيسي عمل حاجة أحسن من المجلس العسكري قام نفذ الدستور القائم ما عطلوا نفذ الدستور القائم ذاته الدستور القائم بيقول شنه بيقول إذا خلى منصب رئيس الجمهورية تقول صلاحيات رئيس الجمهورية رئيس المحكم العليا ما للرئيس الانقلاب العمل هو قام سلم السلطة لرئيس المحكم العليا ما السلمه وبقاعد هو وزير دفاع بس لكن مدورة القصة كلها من تحت طيب بعد ما خلاص المرحلة بتاعت البنص على الدستور للرئيس المحكم العليا دي انتهت قام طلع اللبس العسكرية بتاعته وقال أنا دار أترشح لرئاس الجمهورية واستقدم أدوات الدولة العميقة نفسها ليفوز بل ووقف قصما ضد كل الذي يترشح يضده بما فيه محمد شفيق أحد مكونات النظام القديم هل يمكن هذا السيناريو يتكرر في السودان؟ نعم يمكن لذلك إحنا الآن هذه التخوفات موضوعية ومتفهمة وتغذية التجارب الإقليمية ولذلك يجب أن نصل مع المجلس العسكري لاتفاق يحدث صلاحيات مجلس السيادة وصلاحيات مجلس الوزراء وصلاحيات السلطة الرقابية بطريقة تؤمن عدم انفراد العساكر داخل مجلس السيادة بالقرار السيادي بحيث نضمن أن السلطة ستنتقل لحكومة منتخرة